نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى والبداية بالعنوية رئاسة الحكومة تتخذ جملة من الإجراءات لفائدة القضاة وتؤكد ضرورة توفير أفضل ظروف لهم حتى يتمكنوا من أداء وجباتهم على أفضل وجبات الأعلان عن انتلاق البرنامج الوطني للوالدية الإيجابية وأحداث المجلس الأعلى للتنمية الطفولة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفولة ومواطنون يتذمرون من نفاذ تلقيح النزلة الموسمية من بعض الصيدليات وحملة نتوعوية لتخفيض معدل الوفيات والإصابات بالجلب تحية طيبة لكم جميعا أهلا بكم سلسلة من الإجراءات أعلنتها اليوم رئاسة الحكومة لفائدة القضاة جلسة عمل بإشراف رئيس الحكومة هشام المشيشي انتهت بإعلان هذه الإجراءات من بينها إنشاء مستشفى خاص لفائدة القضاة وكانت جمعية القضاة ونقابة القضاة أعلنت صباح اليوم التمديد في الإضراب إلى غاية الأربعاء الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري بدخول الغاية باستثناء القضايا المتعلقة بالإرهاب والمسائل الحيوية وشديدة التأكد أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي إثر جلسة عمل بحضور وزير العدل محمد بوستة عن جملة من الإجراءات لفائدة القضاة تمثلت في إحداث لجنة صلبة وزارة العدل لمراجعة القانون الأساسي المنظم لتعاونية القضاة وذلك بالاشتراك مع الهيكل المهنية الممثلة للقضاة بهدف تعديله وجعله ملائماً لتطلعات القضاة المادية والمعنوية مع ضبط أجل شهرين كحداً أقصى لإتمام القانون تسوية المبالغ المتخلدة بذمة وزارة العدل لفائدة تعاونية القضاة وتخصيصها للقضاة وعائلاتهم لمجابهة الأضرار الناتجة عن جائحة كوفيد-19 الإذن لوزير العدل ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بإعداد دراسة لإنشاء مستشفى خاص بالقضاة وعائلاتهم وأعوان المحاكم وذلك إيماناً بأن استقلالية القضاء مقوم أساسية لإرساء دولة مدنية عادلة الإذن لوزير البيئة وشؤون المحلية بالتعهد بتعقيم المحاكم الإذن لوزير الداخلية ووزير العدل بتنسيق لتعزيز إطار أمن المحاكم وذلك بتطبيق البروتوكول الصحية والمذكرة الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء تكليف وزير العدل بإنشاء ثلاث لجان تعنى بتقديم شريعة خص القانون الأساسي للقضاة والقانون الأساسي للتفقدية العامة والقانون الأساسي للسجون مع مراعاة ضرورة تشريك الهيكل المهنية الممثلة للقضاة وذلك في أجل أقصى شهر على أن تنتهي كل وعمالها في أجل أقصى ثلاثة أشهر هذا وأكد رئيس الحكومة في مستهل الجلسان العلاقة مع السلطة القضائية تقوم على الاحترام والتعاون والتفاعل داعيا في هذا الإطار إلى مدى جسور التواصل مع القضاة والإنصات لكافة تطلعاتهم ومشاغلهم خاصة في هذا الظرف الصحي الصعب مشددا على ضرورة توفير أفضل الظروف للقضاة لأداء وجباتهم على أفضل وجه معبرا عن تضامن الحكومة مع العائلة القضائية بعد وفاة قاضيتين بفيروس كورونا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين دعا في وقت سابق اليوم عهوم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر الذي ينفذه القضاة منذ بداية الأسبوع لمدة خمسة أيام أخرى وإلى غاية الخامس والعشرين من هذا الشهر باستثناء القضاة المتعلقة بالإرهام والمسائل الحيوية وشديدة التأكد كما أصدرت نقابة القضاة التونسيين بدورها بيانا صباح اليوم قررت فيه التمديد في مدة الإضراب العام بسبب عدم تحقيق المطالب التي رفعتها النقابة إلى السلطة التنفيذية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للطفل أعلن رئيس الحكومة هشام المشيشي انتلاق البرنامج الوطني للوليدية الإيجابية وأحداث المجلس الأعلى لتنمية الطفولة وذلك خلال ندوة وطنية تم فيها تقديم نتائج دراسة التي أعدتها وزارة المرأة والأسرة وكبار السن بتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة بتونس اليونيسف أعطى رئيس الحكومة هشام المشيشي صباح اليوم شارت انتلاق برنامج التربية الوالدية الإيجابية وذلك خلال ندوة وطنية تم فيها عرض نتائج الدراسة المتعلقة بمعارف وقدورة وتعامل الأولياء مع أطفالهم في مرحلة التفولة المبكرة معلنا عن إحداث المجلس الأعلى لتنمية التفولة نأذن اليوم بإحداث المجلس الأعلى لتنمية التفولة توكل له مهمة رسم السياسات العامة للتفولة والنظري في المسائل الكبرى ويتعلق هذا البرنامج الذي يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية التفولة المبكرة يتعلق بالأطفال من صفر إلى ست سنوات في كل ما يخص التربية والوقاية والتغذية والصحة حبينا نبني برنامج فيه تكوين مستمر مدة سنة كاملة الأولياء على برامج وطنية وقع تطويعها للواقع التونسي فما برنامج سمع بصري كبير فما قناة تلفزية خاصة بالأولياء فما موقع واب زي دا يطلعوا فيه الأولياء على المعارف والقدرات اللي يحبوا يشوفوها مخصر بيت أطفالهم يلزم الطفولة تكون هي في محور السياسات متاعنا وباش ننجم وننجحوا فيها يلزم نشرقوا الكل من الباز من الولي للطفل بيدو للمعلم عندنا سياسات وعندنا توجهات لكن باش نحسنوا على ظوء هالحوارات اللي باش نعملوهم ويكون المجلس الأعلى للتنمية الطفولة هو الفضاء الأمثل اللي باش نصادقوا فيه اللي باش نثمنوا فيه المجهودات متاعنا كما تم عرض نتائج الدراسة المتعلقة بمعارف وقدورة وتعامل الأولياء مع أطفالهم في مرحلة الطفولة المبكرة والتي من أبرز نتائجها أن النسبة مهمة من الأولياء في تونس لديهم معارف محدودة في مجال الرعاية الصحية لأبنائهم في فترة الطفولة المبكرة قرابة نصف النساء ينقطعوا على الرضاعة الطبيعية الحصرية في مجال التربية عنا 40 بالأولياء ما همش مقتنعين والما عندهمش الواعي بأهمية الطفولة مبكرة عنا 58 بالمئة من الأولياء المستجوبين ما يشاركوش أولادهم في القرارات 20 بالمئة من الأولياء المستجوبين اللي يقروا إلي العنف نفسي معناها نوع من العقوبة واللي ما يمثلش إشكاليات في تربية الأطفال تقارير كيف كيف عطات إلي 21% من الصغار عن يوم الفقر 80% منهم تعرضوا على القل مرة للعنف هذو ما لكل مؤشرات خليونا نفكروا باش نراجعوا المنظومة متاعنا هذه دراسة ستمكننا من معرفة المواقف والمعارف والتطبيق وهي أشياء مختلفة ستمكنوا من تطوير الإجابات المناسبة مع رسائل ومعارف ستواجهوا إلى الوالدين الذين سيساعداننا أكثر من أجل احترام حقوق التفل وتطويرها خاصة في سنواتهم الأولى التي تعتبر مهمة وقد شارك في هذه الندوة الوطنية التي نظمتها وزارة المرأة والأسرة واكي بارسن بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للطفولة بتونس عدد من أعضاء الحكومة وفي الورقة التالية تقديم لأهم نقاط البرنامج الوطني للولدية الإيجابية برنامج التربية الوالدية الإيجابية سيتم تنفيذه في مرحلة أولى في أربعة مواقع نموذجية وهي حفوز من ولاية القيروان والملسين من ولاية تونس وبلط من ولاية جندوبا ومدنين المدينة قبل تعميمه على كافة مناطق البلاد ويشمل البرنامج الأطفال من مرحلة ما قبل الولادة إلى عمر الست سنوات وهو برنامج تم استلهامه من برامج عالمية معروفة في مجال الوالدية الإيجابية وكل ما يتعلق بالطفولة المبكرة قبل أن يتم تطويعه للسياق التونسي بالتعاون مع خبراء محليين بناء على تطلعات تونسيين ويتضمن البرنامج عدة محاور أهمها التكوين الموجه للأولياء الذي سيمتد سنة كاملة ويتولى خلاله خبراء منتدبون في المجال تقديم هذا التكوين إضافة إلى تطوير المعارف لدى مزدي الخدمات مثل القابلة في مراكز رعاية الأم والطفل والأخصائي النفساني والمرشد الاجتماعي من خلال مده بالمعطيات والمعارف اللازمة التي سيتولى بدوره نقلها للأولياء كما يستهدف البرنامج التعامل مع منشط رياض الأطفال حول طريقة التعامل مع الأطفال والأولياء والتعاون مع الأخصائيين الاجتماعيين ليركزوا أيضا إلى جانب مهامهم الروتينية على تقديم النصائح للأولياء وفي اليوم العالمي للطفل متزال مؤشرة العنف والانقطاع المدرسي مرتفعة وأهم الأسباب شبح الفقر الذي دفع فئة من الأطفال إلى العمل لإعالة العائلة في سن مبكرة أمجد الذي يلتقيناه في ولاية القسرين الصائف الماضية يقتات من القمامة ها هو يعود اليوم إلى مقاعد الدراسة صورة مضيئة لا تخفي واقعا مريرا بسبب الفقر الذي يهدد وفق تقرير اليونساف مليون طفل في تونس نتابع استعاد أمجد مدعاته ومحفظته وحث الخطة نحو المدرسة بعد أن غدرها لفترة أمجد الذي رصدته كاميرا الأخبار في الصائفة الماضية يحمل كيسا بلاستيكيا ويقضي ساعات طويلة بين أكوام القمامة لجمع ما يمكن بعيه لصد الرمق يعود إلى مدرسته متعطشا لمواصلة تعليمه عودته أمجد إلى مقاعد الدراسة بفضل تكفر جمعية بمصاريف عودته وأشقائه خطوة إيجابية غير أنها لا تحجب الأرقام المبزعة المتعلقة بالإنقطاع المبكر عن الدراسة حيث تشير التقديرات إلى أن ما يزيد عن 100 ألف طفل يغادرون أسوار المدرسة على غرار مدرسة الآثار لابتدائية بيس بيتلا التي يهجرها سنويا عدد كبير من التنميذ يخشى مديرها أن توصد إن استمرت هذه الظاهرة كل سنة دراسية يتسرب العديد من التنميذ من بينهم عندي 2016-2017 36 متعلم 2017-2018 32 متعلم 2018-2019 16 متعلم 2019-2020 22 متعلم من مختلف الأعمار علماً وأنه يتم إعلام الشؤون الاجتماعية الإدارة كذلك يتم إعلامها العمدة والمعتمد يتم إعلامها هؤلاء التنميذ أين هم؟ تساؤل مدير المدرسة عن مصير المنقطعين عنها رصدت كاميرا الأخبار بعضهم على قارعة الطريق حفاتاً يرتدون ملابس رثة يمتهنون عملاً لا يناسبوا سنهم نحب نقلك كل عبادة كل حبناك نحب نلبس نحب نشوف المدرسة ننجم مش نقل ما عنديش مش نقل عدنا أخذ مستخد أخذار تحب ترجع المدرسة؟ نعرج ظاهرة التسرب المدرسي حذر من تفاقمها خبار أو علم الاجتماع نظراً للمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلد هذه المرحلة الانتقالية هي مرحلة يعني صحبتها عديد التغيرات وصحبها أيضاً ما نهى نوع من الارتخاء على مستوى المؤسسات يخلي للأسف الشديد نسب الفشل المدرسي والتسرب المدرسي والانقطاع المدرسي بصدد التزاير والأسرة مثلاً نقصت مواردها الأسرة التونسية رو يلزم ننتبه إلى الفئات الهشة من الأسرة التونسية التي تضررت كثيراً بحكمها الانتقال الذي ساير في المجتمع وفي ظل هذه المواشرات السلبية التي تلحيق الأطفال جراء الأوضاع الاشتماعية بجميع متغيراتها فإن الوزارة أرست مشروع مدرسة الفرصة الثانية لاستقطاب بألف تلميذة هذا طلبت الرابط التونسي للدفاع عن حقوق الإنسان بتفعيل المجلس الأعلى للتفولة وتوسيع نطاق العضوية فيه لتشمل منظمات وجمعيات ناشطة في مجال التفولة وفي بيان أزرته اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل اقترحت الرابط والتنسيقيات الجهوية لحقوق الطفل أحداث هيئة وطنية مستقلة أو مفوض عام لحقوق الطفل وضمي سلك مندبي حماية التفولة ومرصد الأعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل إليها فيما يخص الوضع الوبائي في تونس 73 حالة وفاة إضافية جراء الإصابة بفيروس كورونا أعلنت وزارة صحة تسجيلها بتاريخ أمس التاسع عشر من نوفمبر وفي بيانها فدت برصد 1270 حالة إصابة جديدة بالفيروس مقابل 1252 حالة شفاء تم كذلك تكفل ب66 مصابا جديدا بالفيروس بالمستشفيات والمساحات الخاصة منهم 303 مرضى يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطعين العمومي والخاص و130 مصابا تحت تنفس الاصطناعية خفض معدل الوفيات النجمي عن الإصابة بالأنفلونزا الموسمية وتقليص حاصيلة الإصابات وتخفيف الضغط عن النظام الصحي هي أبرز أهدف الحملة التوعوية للتلقيح ضد الجريبة إلا أن عددا كبيرا من المواطنين ممن لا يعانون أمراضا مزمنة تهافتوا لشراء هذا التلقيح لأكثر من مرة وفي عدد كبير من الصيدليات بحث هذا المواطن عن تلقيح النزل الموسمية لكن دون جدوى لم يظهر به رغم حاجته المؤكدة للانتفاع به لو أشت برشا على الفكساو ما لقيتش حبيت أن نلقح لولادي صغاء وحميتي مرة كبيرة معناها بش نحميهم أما ما لقينيش عامر عملي عقل دورت الفرماسيات الكل ما لقيتش الدوية نتعى الناس ذا بي نتعى التلقيح الناس كلها عندنا الأمراض المزمنة والناس كلها عندنا أنا واحدة من الناس عندي عندي الحساسية وعندي الدم وعندي السكر عدت كاك السناير صلحة حد ما رحمني بكعبة كعبة نائب رئيس النقابة تونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أكد أن العرض فات هذه السنة الطلب وأن توزيع الدفعة الثانية من التلقيح والتي قدرت بـ 170 ألف جرعة على الصيدليات الموزعة على كامل تراب الجمهورية كان بالتساوي طلب فات برش العرض اللي جابته الصيدليات المركزية وإلا عموما وزارة الصحة الطلب هذا كان الحملة الاتصالية اللي عملتها وزارة الصحة منذ شهر ستنبر هي اللي زودت في الطلب برشا مع المواطنين لكن بعد اكتشفنا اللي الطلب هذي ما هوش ممكن اليوم بش أن الطلبية وطلبية الكل بالنسبة للصيدليات المركزية وزارة الصحة قعدنا أحنا في إشكال مع المواطنين خطر أحنا متواجدين هما على الميدان حصلنا على الكمية اللي وزعتها علينا يعني الهيئة متاعنا مشكولة أعطتنا كنفس الكميات معنتها ما ميزت حتى صيدلي كله يخدم في مدينة صغيرة كله في المدينة الكبيرة أحنا أخذينا 8 و70 كيف أن نسكر مدير عامل هيئة الوطنية للتقييم والاعتماد شكر حمودة أكد أن الهدف من الحمالات التوعوية بضرورة التلقيح ضد النازل الموسمية هو خفض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالأنفلونزا وتقليص حصيلة الإصابات وتخفيف الضغط على النظام الصحي المثقل بأزمة كورونا ويبقى هذا التلقيح موجها للفئات ذات الأولوية يعملوا الفكسان بتاحهم بحكم عندهم أمراض مزمنة وسن متقدم ولا بحكم كونهم أعوان صحة وبالتالي نبقى ديما في الحاجيات العادية متاعنا إذا كان فيما فيئة معنتها قليلة كونها ما خلط لهيش المساج هذية تولي ديما فيك المعدلات اللي أحنا كان يفضل لنا وكل يكفي هيك عليش بعد ما عملنا الدراسة هذية خرجنا للإعلام باش نطمنوا المواطنين راهوا الفكسان بتاع الجريب يحميش ما يحميش ضد الكورونا ووفق آخر دراسات العلمية أكد حمودة أن الوسائل الوقائية المتخذة في العالم لمكافحة انتشار كوفيد-19 ساهمت أيضا في تقليص الإصابة بالنزلة الموسمية على حسب المعطيات اللي ما زالت ما تنشرتش في وزارة الصحة واللي أحنا عنا مرصد يتبع في مرض الجريب إلى حد الآن المؤشرات اللي عنا أقل بكثير من السنوات اللي تعدات وعلى حسب الدراسات اللي خرجت في النصف اللوطاني متاع الكورو الأرضية تعدى عليهم اشتاء وما شافوش الجريب التفسير تنجم تكون الوسائل الوقائية هذه اللي استعملناها الكورونا هي بيدها نفعة للجريب وشدد محدثنا على أهمية التشخيص المبكر لكوفيد-19 وعدم الاستهتار بقواعد حفظ الصحة وعدم اللهفة غير المبررة على تلقي حفظ النزلة الموسمية الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام في البلاد في ظل تداعية فيروس كورونا وعدد من الملفات الاجتماعية القطاعية مثلت محور لقاء رئيس الحكومة هشام المشيشي بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنور الدين الطبوبي تناول اللقاء رؤية الحكومة للمسألة التنموية في الجهات والتي ستنبني على الشمولية والعدالة بين الجميع حسب الأولويات وجدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة تأكيده على الدور الفاعل للمنظمة الشغلة في حل حالة الأوضاع الاجتماعية وتوفير منخ اجتماعي ملائم للانتلاق في الأولويات والإصلاحات الضرورية التي ينتظرها التونسيون من جهة أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن اللقاء مثل فرصة للوقوف على جملة من الملفات الاجتماعية الحارقة وبعض توترات التي تشهدها بعض الجهات نتيجة تداعية جائحة كورونا داعيا إلى ضرورة تضافر الجهود وتشبيك المجهودات حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي لإيجاد الحلول المناسبة كما التقى رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم وفدا رفيع المستوى عن شركة إيني الإيطالية التي تعتبر أكبر مستثمر أجنبي في مجال الطاقة في تونس منذ ستين وتسعمائة وألف وأكد رئيس الحكومة بالمناسبة أن علاقات التعاون الاقتصادية الثنائية بين تونس وإيطاليا متجذرة ومبنية على الشراكة مشددا على استعداد تونس التام لتدعيم التعاون بين البلدين خاصة في المجال الطاقي عبر شركة إيني ذات الاختصاصة من نجهتي أفد سفر إيطاليا بتونس استعداد شركة إيني لبعث مشاريع جديدة تخص الطاقات المتجددة ومجالات الطاقة الخضراء لتحقيق الأمن الطاقي لتونس في إطار شراكة ذات المنفعة المتبدلة وفي شأن المالي أكد رئيس لجنة المالية وتخطيط وتنمية هيكل المكيان البنك المركزي عبر من جديد عن رفضه تمويل عجز الميزانية التكميلية لسنة عشرين وألفين رغم تعديله من قبل الحكومة وأضف رئيس اللجنة أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي متمسك بضرورة مصدقة البرلمان على تفويذ حتى يتمكن من تمويل الميزانية وانتقد رئيس اللجنة ما وصفه بتسرع أعضاء اللجنة بمصدقتهم على النسخة الجديدة من مشروع قانون المالية تكملي لسنة عشرين عشرين قبل التنسيق مع البنك المركزي أكثر من ألف عامل في ولاية سليانا مهدد بالإحالة على البطالة نتيجة العز عن مواصلة العمل في ظل صعوبات اقتصادية فرضتها جائحة كورونا عدد من المستثمرين الشبان طالبوا في تحرك احتجاجي الحكومة بمساعدتهم على تخطي الوضع وإيجاد حلا اقتصادي سريح أساسات صناعية صغرى بولاية سليانا أغلقت أبوابها أمام العمال وأخرى في طريقها إلى التوقف عن النشاط بسبب عديد صعوبات التي ازداد وقعها مع تدعيات جائحة كورونا الإفلاس التام نقولوا الإفلاس التام بالحقق المؤسسات هذه لعدد المنظم ليس يزول مغضو ماتريال بطبيعة صعوبات أكثر من اللي تصور معنا صعوبات درجة أولى صعوبات مالية نتيجة الوضع الأمني والوضع الصحي اللي في البدد الاحتسام هذه هو احتسام مفتوح الصلة والمجموعة من المستثمرين الشبان اللي خذوا قروض على عتقهم وحلوا استثمارات في البلاد بنوك حبست ما عاش تحب تمأونا ما عاش تحب تمشي معنا شهيري ما عاش منه جميع نخلصوها عجزنا عدد من الباعثين الشبان يواصلون تحركاتهم الاحتجاجية بالجهة مطالبين الحكومة بإيجاد حلول لصعوبات التي يواجهونها والتي من شأنها أن تحيل أكثر من ألف عامل على البطلاء حتى مستثمرين اللي أنا أخذين منحة كوفيد نحن أين بش نمشوا به المؤسسة هذه المؤسسة هذه يلزم الدولة تقف معها إيجاد حلول للوضعيات العقارية للمستثمرين السيناعيين خاصة أمهل المستثمرين مخلص معاليم الكيرا في صرف المنح المتع الاستثمار بالنسبة للسيناعيين المقاولين عندهم مستحقات عند الدولة من 2017 2018 مخذتهيش شركات السيرفيس الخدمات معناتها مهيش متمطع بحد شي تعجزات متعقباضة وسيانة سيس وجيون متخلدة والي سيليانة أكد العمل مع مختلف الإدارات الجهوية والمركزية لإيجاد حلول تمكن هذه المؤسسات من مواصلة نشطها نحن الحقيقة نحاول في جلسات تقريبا دورية مع المستثمرين نحاول نحل بعض المشاكل طلباتهم تقسم جزء أجزاء ثم جزء متعلق طلبات في علاقة مع الإدارات المركزية طلبات متعلقة بنا نحن على المستوى جهوية ونحن بالعكس مش من مصلحتنا مش من صحة حتى حد أنه مستثمر وكان عدد من المستثمرين الشبان قد دخلوا منذ أسبوع في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية سليانا في تحرك احتجاجي بدعم من عديد المنظمات ومكونات المجتمع المدنية وضعية القطاع السياحي وهمية الإسراء في تنفيذ الإجراءات المتخذة من أجل حماية القطاع الذي تأثر بفعل جائحة كورونا كانت محور ندوة صحفية نظمتها الجامعة التونسية للنزل أثرت جائحة كورونا على الاقتصاد التونسي وانعكاستها السلبية خصوصا على القطاع السياحي والذي يشهد خسارة ما يناهز 45% من مواطن الشغل تلك هي أبرز النقاط في ندوة صحفية عقدت ببادرة من الجامعة التونسية للنزل وذلك بهدف التأكيد على الإسراء باتخاذ التدبيد العاجلة حماية لقطاع مؤثر في الدورة الاقتصادية فم تراجع بأكثر 80% في النشاط مقارنة بـ 2019 وخذت الحكومة مشكورة مجموعة من الإجراءات على المدى القصير ومعنى أن ثمنوا الخدمة الكبيرة التي قامت بها وزارات السياحة والمالية والشنة اجتماعية أملوا أن تخرج في القريب العاجل نصوص تدبيقية وسيرة في هذه الندوة تم استعراض دراسة قام بها مجموعة من المختصين في الشأن الاقتصادي وتوقعات أكدت على أهمية الاستباق واتخاذ جرائط عاجلة من شأنها تساهم في استعادة نمو القطع وذو بينات الدراسة أن حوالي 60% من الناس التي تخدم في القطع باش يكونوا يتيحوا تحت خط الفقر باش يكون عندها نعكاسات سلبية عليهم وعلى عائلاتهم هي صيحة فزعا من المهنيين تقترن بعديد التوصيات التي من شأنها حماية القطع السياحي والشرائح الاجتماعية إضافة إلى القطعات المرتبطة وفهم زادة ماذا بينا زادة اليوم القطع يرجع يوقف على سقيه وباش يرجع القطع يوقف على سقيه فما حاجتين مهمين الحاجة اللولة هي النظر في الإجراءات باش كيفاش الهيكلة المالية والبنية التحتية وباش يكونوا النزل في مستوها هاي لهذا دونك تالبين احنا بعض إجراءات اللي ما تتكلف على الدولة حتى شيء وضيات صعبة للقطع السياحي وصيحت فازعين من أجل الإسراع باتخاذ التدبيل لازم التي تحمي القطع السياحي والقطعات المضطبطة به وفي السياق ذاته تم اليوم توقيع اتفاقية إطارية مع الوكالة الألمانية لتعاون الفني لدعم مشروع تطوير السياحة المستديمة الذي يشمل ألفا ومئتين وخمسين من العاملين في القطع السياحي والمحالين على البطالة الفنية على غرار العاملين بالفيدرالية تونسية لوكالات الأصفار والجامعة التونسية للمطاعم السياحية والجامعة التونسية للأدلاء السياحيين والمرجم العملية تكوين المتوقع تنفيذها خلال النصف الأول من عشرين وعشرين بمختلف فروع وكالة تكوين في مهن السياحة تمكين المهنيين والعملين في القطاع من كسب مهارات جديدة حسب مجالات اختصاصهم ومستواهم التعليمية عبر الاتحاد الدولي للصحفيين في رسالة نوجهها إلى رئيس الحكومة عن قلقه الشديد إثر مماطلة الحكومة التونسية في احترام تنفيذ إذن استعجلي صادر من المحكمة الإدارية التونسية يوم التاسع من نوفمبر الجاري والقاضي بنشر نص الاتفاقية المشتركة للصحفين التونسيين بالراءد الرسمي معتبرا ذلك إنكارا للعدالة من سلطة مخولة أساسا بإنفاذ القوانين والصهر على احترامها ما من شأنه أن يقوض تماما الثقة بين الحكومة والصحفين التونسيين وهيكلهم النقبية اعتبر الاتحاد الدولي للصحفين الفيج في رسالته التي نشرها اليوم أن الخطوة الحكومية الأخيرة مفاجئة ومخيبة لأمال الصحفين والحركة الصحفية في تونس والعالم ورسالة جد سلبية عن مصاري الانتقال الديمقراطي في تونس وموقع الصحفين وأدوارهم في تجذيره وحث الاتحاد رئيس الحكومة على استخدام صلاحيته القانونية لحل هذه المسألة لأن نصف حق الصحفين التونسيين في اتفاقية مشاركة تضمن الاعتراف بمبادئ أساسية في قطاع الإعلام والحقوق الاجتماعية والنقبية للصحفيين سيهدر ما تحقق طيلة السنوات الماضية في مجال حرية التعبير وفي سيرورة الانتقال الديمقراطي وفق ما ورد في نص الرسالة أعتبر الاتحاد أن الاتفاقية الإطارية الشاملة للصحفين التونسيين التي تم إمضاؤها في التاسع من جانفي في قصر الحكومة بالقصبة مع ممثلية المؤسسات العالمية والحكومة تعد اتفاقية تاريخية وخطوة غير مسبوقة في المنطقة العربية كما جاء في الرسالة أن المكاسب غير المسبوقة للصحفين التونسيين أصبحت الآن مهددة وهي تتعلق أساسا بالحد الأدنى لأجور الصحفين في تونس وساعات العمل والعمل الإضافي وتغتيات الاجتماعية والصحية والإجازات وتطور المهني والترقيات والتدريب المهنية وحماية حقوق الملكية وإجازة الأموم وسعة عمل ملائمة للصحفيات لواتي طرعين أطفال صغار وإجازة أبوة وحقوق المؤلف وحق الصحفين بتلقي مبالغ مالية نتيجة إعادة النشر أو بيع المواد التي أنتجها مما يجعل دفاع عنها بكل الأشكال الممكن وطني ودول أمرا مشروعا وضروريا حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جتيراش اليوم من أن اليمن يواجه الآن خطرا وشيكا لأسوأ مجاعة يشهدها العالم في عقود يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه معارف شرسة منذ أربعة أيام متتالية بين القوات الحكومية والقوات التابعة للمجلس الانتقالية الجنوبية بمحافظة أبيان جنوب شرقية البلاد سيطرت على إثرها هذه الأخيرة على عدد من المواقع في محور الطرية حسب ما أوردت مصادر أعلمية تعقد يومي السبت ولا حد قمة مجموعة العشرين عبر تقنية الفيديو تأتي همية مجموعة العشرين من كون الدول الأعضاء تحوز حوالي ثمانين بالمئة من الناتج الاقتصادية العالمي ويعيش في دولها ثلثة سكان العالم وتستحوذ على ثلاثة أرباء حجم التجارة العالمية سيجتمع قادة مجموعة العشرين لمدة يومين لمناقشة القضايا العالمية المالية والاجتماعية والاقتصادية خلال قمة افتراضية أزمة كورونا وتداعياتها الاقتصادية خاصة على الدول الفقيرة أبرز ملفات قمة العشرين في الرياض في وقت تواجه فيه المجموعة ضغوطا متزايدة لبذل المزيد من الجهد في التعامل مع احتمالات التخلف عن سداد الديون وقبيل انعقاد القمة بساعة طالب مسؤولنا بتقديم أكثر من أربعة مليارات دولار لسد عجز مالي في صندوق لقاحات تقودها منظمة الصحة العالمية لمكافحة الفيروس وأكد الموقعون أن التزام قادة مجموعة العشرين بالاستثمار فيه سينقذ أرواح ملايين البشر ويوفر استراتيجية للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية والبشرية العالمية وبهذا التمويل ستوفر بمقتضاه مجموعة العشرين الأسس لإنهاء الوباء وجاءت هذه الدعوة من مسؤول كبار وعلى رأسهم رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا على تدابير الدعم الاقتصادي لحين حدوث تعاف قوي من جائحة كوفيد 19 وأشرت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن اللقاحات قد تكون متاحة بشكل محدود اعتبارا من النصف الثاني من ديسمبر المقبل خاصة وأن وكالة الأدواء الأوروبية يمكن أن ترخص للقاحين ضد الفيروس الأول من إنتاج تحالف فايزر الأمريكية وبيونتيك الألمانية والثاني من شركة مودرنا الأمريكية وفي هذا الشأن توقعت أيضا المستشارة الألمانية أنجلا ميركل وجود لقاحا لفيروس كورونا في أوروبا بحلول شهر ديسمبر المقبل أو في مطلع العام القادم خلال كلمة لها الليلة الماضية بعد قمة مع قادة العالم عبر الفيديو في أخبار رياضة علنة تراجي رياضية تونسية تعاقد مع المهاجم التونسية السويسري ناسيم بن خليفة لمدة موسمين وسبق لبن خليفة اللعب لعدة فرق سويسرية وتركية وألمانية طلب الاتحاد الدولي لكرة السلة الجامعة التونسية للعبة حسب بيان نشرته اليوم بعدم اعتماد انخيرات النادي الأفريقي في الموسم الجديد ومنعه من المشاركة في جميع الاستحقات اللاعبين والمدربين التونسين والأجانب المتقدمين بشكاوى ضد النادي وحدد الاتحاد الدولي لكرة السلة تاريخ الخامس عشر من شهر المقبل كأجل أقصى لتسوية كافة ملفات النزاعات وفي مسابقة كأس ربيطة أبطال أسيا لكرة القدم تغلب نادي شنغايا الصيني على مضيفه نادي سيدني الأسترالي بهدفين لهدف مباراة مؤجلة من الجولة الثانية جمعتهما مساء أمس وكان سيدني البدئ بالتسجيل منذ الدقيقة الثامنة بواسطة بوهاي لكن شنغايا تمكن من تسجيل هدفين عبر تشينغ لولي في الدقيقتين الثالثة والستين والتاسعة والسبعين من المباراة تأهل الإسباني رفايا نادال المصنف ثانيا عالميا للدور نصف النهائي من بطولة لندن لأساتذة تنس إثر انتصاره على اليونيني تسي تسي باس المصنف سادسا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة سيباري نادال في الدور نصف النهائي الروسي دانيال ميد في داف نختم بهذا الموضوع الفريد على إثر عملية مسح وتنقيب لمدة أسبوعين بسواحل الضاحية الشمالية بتونس العاصمة لإنجاز دراسة خاصة بمشروع حماية المنطقة من الإنجراف البحري اكتشف فريق من المحاد الوطني لتراث مجموعة من القطع الأثرية تتمثل في مراسي حجرية ومعدنية وجرار فخارية وسبائك من الرصاص تعود إلى حقب تاريخية متباين نتبع بلباس الغوص مستعدون وبقوارير الأكسجين مجهزون لمهمة استثنائية وهي استكمال عملية المسح والتنقيب عن الآثار المغمورة تحت الماء والتي تم خلالها مؤخرا اكتشاف مجموعة من القطع الأثرية في عمق سواحل الضاحية الشمالية للعاصمة تتكون أساسا من مراسي سفن حجرية ومعدنية وسبائك من الرصاص إضافة إلى جرار وقلال فخارية تعود لحقب تاريخية مختلفة نماذج للقطع الجرار التي نلقينها أثناء الاكتشاف مثلا هذه جرة أوريونتال هذه جرة أفريقية يعني القطع هذا يعطينا كرونولوجيك ويعطينا معلومات على المواد التي تم نقلها في وسط هذه الجرار قوالب من الرساس الوزن يتراوح بين 12 كيلو فما تصل حتى 30 كيلو هذه بقايا من قطع مراسي معدنية الحاجة في البروجي سيكون لقنا برشا جرار من مختلف المناطق في العالم بحل بين وسط استخراج الآثار من البحرية تطلب معرفة بأغواره مهما تحتم التنسيق بين أفراد الفريق لسلامته وتأمين القطع الأثرية نشوف وليسيت وركوني بقدير يسيت اللي بش نغطس عليهم نتفاهم بنات ووفا وليسوخ الفلوك وكل ومبعد نقرر نباليزيهم بوي ونهبطوا في الماء نهبطوا في الماء كل واحدة عنده كل يكيبة عندها بضبط شنو يزم هتعم فما دي نكاليو في برشا حاجات رزان معناها نخدموا بالهواء نعرف بالضبط ميزين لحاجة بش نجم ننقلوها تحت الماء مغير ما نكسروها بش نستحفظ عليها حتى لي نطلعها البتو الغوص في اليوم بين 3 ساعات و4 ساعات يعني كعمل ميداني دونك في العمل هذي يتمثل أساسا عندما نجد القطاع الأثرية تحت الماء بالطبع نقوم بعملية التوثيق الأثري اكتشافات بحرية تفتح نافذة على تاريخ لمرافئة كانت شاهدة على حضارات مرت من هنا أهمية القطاع هذه تتمثل أساسا في أنه تشتعطينا قراءة جديدة فيما يتعلق بالتاريخ البحري يعني خصوصا الإشكالات المتعلقة بالملاحة القديمة المتعلقة بالمبادلات التجارية القديمة بين مقاطعة إفريقية مثلا في الفترة الرومانية وتتواصل جولته هذا الفريق الاستكشافية إلى غاية الخامس عشر من ديسمبر القادم على أمل أن تكلل مجهوداتهم بكنوز أثرية لا تقدر بثمن الآن مشاهدين الكرام إلى التذكير بأهم عنوين النشر رئاسة الحكومة تتخذ جملة من الإجراءات لفائدة القضاة وتؤكد ضرورة توفير أفضل ظروف لهم حتى يتمكن من أداء واجباتهم على أفضل وجهات الأعلان عن انتلاق البرنامج الوطني للولدية الإيجابية وأحداث المجلس الأعلى لتنمية الدفولة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للدفولة ومواطنون يتذمرون من نفاذ تلقيح النزلة الموسمية من بعض الصيدليات وحملة نتوعوية لتخفيض معدل الوفيات والإصابات بالجلبة وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابات التلفز التونسية تونسيا تي بي بقيت متابعة طيبة لبرمجنا كنوا بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة